ثلاث أسباب بتمنعنا من إن إحنا نحس إن القدر ده مدد إن القدر ده عاون القدر ده مساعدة من الله سبحانه وتعالى ويفضل عندنا مشكلة أول حاجة أمية القراءة القدرية إحنا مش بنعرف نقرأ الأقدار فمحتاجين نعرف إزاي نقرأها ومش هنعرف نقرأها إلا لما نعرف إن القدر جار علينا وإحنا في معية الله في معية اللطيف وعشان كده سيد منعطي الله السكندري بيقول فمن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظري القدر ما بينفكش عن اللطف القدر نازل بلطف مغموس بلطف لأنك في حضرة اللطيف تاني حاجة عدم معرفة إن الأقدار جاءت عشان تتعامل مع باطنك وده معناه إيه؟ فنفس الحدث ممكن يحصل لحد تاني معاك بس هو يستقبله بالشكل تاني فقد أبوه، فقد ماله، فقد حياته، حصل له مرض، حصل له عجز والتنين حصل لهم نفس الحكاية ده مختلف عن ده إيه السبب؟ إن باطن ده تعامل مع القدر بتعامل حسن فواحد كان ربدي فعله مش مناسب واحد فهم الرسالة اللي جاية من خلف القدر لأن كل الأقدار رسائل لكننا مش بنفتحها بنتعامل مع القدر الصعب على إنه قدر صعب ومنقراش لأننا فهمنا ضعف عن إن إحنا نقدر نفهم ده وإنه يبرل لنا عدم العمل إحنا فهمين إن القدر جاي بيحسسنا بضعفنا ويبرل لنا إن إحنا ما نقدرش نستسلم مش قادرين نعمل حاجة لأن القدر جاي علينا ويخلينا بس القدر بيخلينا نعرف إن إحنا ضعفاء فنستعين بالله استعين بالله ولا تعجز فنمشي في الطريق إلى الله اللي هيجري عليك لا يحتاج إلى التغيير إنت مش محتاج تغير الأقدار إنت اللي محتاج تتغير إنت اللي محتاج تقرأ بطريقة مختلفة وتقرأ الأقدار بقراءة من إن القدر ده جاء من عند اللطيف فتقرأ الأمور بشكل مختلف الحياة الثالثة اللي بتخلينا ما نقدرش نفهم إن القدر ده لطف ومدد من عند الله عدم الثقة بالله إحنا ما عندناش الثقة اللي تسمح لنا إن إحنا نتعامل مع الأقدار ونقرأها قراءة صحيحة نقرأ إن الأقدار كلها خير فهي معينة وليست معيقة نفرض إنك تعرضت مثلا لقدر شديد فالأقدار الشديدة جاءت لكي ترى في نفسك ماذا؟ ترى في نفسك بعض المعاني وبعض المهارات وبعض النعم الباطنة اللي مش هتخرج غير بهذا القدر فكلها جاءت عشان تسق بالله سبحانه وتعالى فتتعلم وتعلم إن الله سبحانه وتعالى سندك وأن الله سبحانه وتعالى لا يتركك أبدا وده اللي بيظهر في كلام الناس الحلوة لما ينزل القدر عليهم ويقولوا له إيه؟ إحنا عارفين إن أنت معانا وعارفين إن الخير جاي ويبقى إيه اللي حاصل؟ ويقرأ القدر المؤلم بإن هو إيه؟ جاي وبيحمل معه نفحة فإيه اللي يحصل؟ فهو عايش ومسلم لكن في حد تاني مش قادر إيفهم ده